تاقف يا ولدي يستاعد يستاعد يبقى لي تلقفت قلت شو الساعة ويمدره قالت تأخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحكم الله بالخير مشاهدين الكرام في فقرة خذ العلم من مراجل 79 أصبح عليكم كل خير وأصبح على نقادنا المبدعين والمتميزين أبو مناحي صباع الخير ليش طي طي ممكن تشغل مايكك نعم واضح أبو حنا الآن اعتبر ما حنا بنقاد ولا حنا في فقرة خب العلم لا بالعكس حنا في فترة في فقرة غبوب أبو الموجودة تبية الحلب وكذا صباح الخير أبو حمود صباح النور والسرور يا مرحب أبو فرح صباح الخير لك والأبو مناحي والأبو عنزي وللمشاهد الكريم أخواننا وخواتنا وصباح الخير كذلك للمتسابقين للي أسأل الله العظيم من الله يقرب حفل الختام عاجلا غير آجلا ونحن نويكم في الأجمال حالة أبو حمود حسبك تقول يقرب حاتفهم أبو عنزي صباح الخير صباح الله الخير أبو فرح صباح عليكم على النقاد وعلى أستاذ المشاهدين صباحكم الله بالخير جميعا وكذلك على المشاهدين الأشاوس اللي ودنا والله نمدحكم بالكلام الطيب والكلام الزين اللي تستاهلونه لكن في بعض الملاحظات تحتاج يعني نوع من العتب والنقد البناء أبو فرح النقد البناء بإذن الله أنا أتمنى النقد اليوم خصوصا يكون بناء ولكن أعتقد وأتوقع أنه اليوم يأخذ منحنة آخر وسبب المتسابقين ولحظات تحتاج يعني؟ تحتاج لأخذ مسار غير مسار السلام صراحة حنا ترى آخر سبوع تقريبا أو السبوع اللي قبل الأخير لكن متسابقين عندهم أحداث ساخنة وعندهم آراء وعندهم يعني حركات عندنا تحفظ عليها طيب فهد محمد والعلياني يعطوني المقطع الخاص في فهد والعلياني طيب أضعف لك تقول لي لا تجي تقول لي لا تجي تقول لي ما اللي جاك قال ماذري سننفسك أصن نفسك أصن نفسك أصنب ما اللي قال تكلم بين الكلم يعني من زمار الصوت ريحنا يا رجال ريحنا أنت يا رجال شاعر ورادس قبل هل أنت برسي قبل هل أنت برسي قبل هل أنت برسي ريح قبل هل أنت شده أوب زينك على عمرك قبل هل أنت قبل آخر راح تلدا في برنامج هذا يشده أنا ماني بضعيف لك يا عبدالله بن سعيد إذا أجيب فلتكلة مضاعب هل أنت اخي وش دخل لو أنت طويل العمر والسلامة أنا بس ألك سؤال تناقش تناقش وخلتك مغايل إش دخلت فاهم أنت ماني يطويل عمر والسلامة لو أنك عندك ثقت في نفسك ما أقول في الكلمة ذي آني ا mlعيف لي أجيكك كلمة ماذا تلتك واذا ألأ اعفٌ لك لم تخذت برسي لي وكل لعه أنا أجيكك يلا قلت العم المر السلامة لكن أنت theo تغطيه أنت ما خذت برس 항شان يج طراري يجين أعرف اللي بعد لا أقرب اقدام نعم صحيح صحيح عبدالله صحيح يا بس عيد أنت عرف اللي لك واللي عليك ومن حقك تبدو يجهد نظرك أبو مناحي والله يعني اليوم من فقلة غبوق إلى قبل القلطة فيه توتر فيه شد فيه شد وفيه توتر وفيه تشتت يعني العليان يقول لا أنا ما عرف اللي اللي كله علي يقول ما يدهل هادم حمد يعني يا جماعة أنتم تقولون قبل شوء يا جماعة والله العظيم ينقضون أنفسهم في نفس اللحظة وفي نفس الوقت يعني استطعني بس لا ما ما استطع يعني مثلا بداية فقرة عقاب يقولون لا حنا على قلب واحد حنا نسخة مراجل أنت هذه الفقرة رجعه بس في الكوفيش في الروم اللي رجعه رجعه في الهنقر مثل ما يشوفون المشاهدين اختلاب على وجهة النظر اختلاب لي ما قمت لي لا أنا ما يبقى يبلك لا أنا عرف الريجي اللي اللي أجمعه أبو أبو حمود الصلف حاول أنه يلملم أو يلم الموضوع قال يا جماعة تعالى أنت فهم جوا فضحتونا خلاص تكفون باقي عشر أيام ثمانة أيام أرجوكم لسأل حالة يعني العلياني وفاهد الصلف طرع أمرك من يوم بدأ برنامج وهو شغالا في ذا النسخة يرقع ذي ويرقع ذي وكل شق يرقع لكن بعض الحيان الشقة كل من رقعه صح عبدالله بن سعيد وفاهد بن محمد أنا أشوف أنهم صعدوا الأمر يعني في الأيام الأخيرة أنا أشوف المتسابقين يناقضون أنفسهم في بداية برنامج والأيام الماضية كانوا يقولوا حنا على أقل برجل واحد وحنا صف واحد ولا حد داخل بيننا والشيطان يعقب وبليس يعقب والكلام هذا كله طلأ مهم صحيح طلأ الآن على الشاشة اللي لها متابعين ولها محبين باثنين من متسابقين مراجل واحد يقول ما أدري وش يقول والثاني يقول ما أنا بضعيف لك ما أحد نضعيف لحد عبدالله بن سعيد يا أخواني أنت يا فاهد وأنت يا عبدالله بن سعيد تداور الحديث بينكم باحترام لك وجهة نظر وأنا لي وجهة نظر لا تفرضها ولا تسقط على زميلك ما حطر الضعافة ولا حطرها الخطأ عليك عبدالله بن سعيد وفادي محمد والمتسابقين أجمع حسوا أنهم وصلوا من خط النهاية فالآن ما فيه إلا سباك ما فيه إلا مداحم ما فيه إلا وخر لا والله سوقك بالصدام وفي ذا الحين اللي في رأسك في رأسك الحالك ما انت بالله إلا على عمرك يعني ما أنا والله ما عدري يا أخواني الناس يقولوا الله ما اجعل ختامها مسكنتم جعلتوا الله ما ختامها مناوجاته وقنبعه وشيك في جزبيت عسى ما شر يعني أنتم ما عندكم إلا حد أمرين أما مهاوش واسحبان شعوروا من بعض ولا قدوروا انه عرضات أنتم ما عندكم حل وسطية يعني يعني أنتم ما عندكم إلا حلين أما إسقاط على بعض وهجوم على بعض ولا طبان على بدور ما فيه حل وسط ما منطقي يا أخواني بزاكم الله خير الأشر أيام ذي ختموها ممسك إن شفت لك مشادة كلامية قد يكون بسبب المنافزة قد يكون بأمر ما يعلم بها إلا الشخص هذا يا أخي تمثل بعض حذر بينوا بعض في هذه الشاشة عنكم صدق قلتم وفعلتم وأنكم صادقين كلامكم في الأيام الماضية كله طلع خريط صريط والله ما بصحيح طيب أولاً جهزوا لي حسين الصياري في كوفي شروم على بال ما خلص مع أبو عنزي أبو عنزي ما تلاحظ أن الأنفس رسمياً أنا ما عاد أقدر أتحمل كفلام خلاص والله شف يا أبو فرح الصدور مليانة بالنسبة للشباب صدورهم مليانة على بعض وهذا يعني لو جينا في الحقيقة ما هو بغريب يعني على البرامج الواقع لكنه غريب يعني إذا صار بشكل متكرر يعني وإذا صار يعني بين النسخة شي عادي يعني لو صار الشهادة يعتبرونه شي عادي يعني مجرد خلاف الخلاف والاختلاف واختلاف وجهات النظر يعني يكون موجود في كل نسخة ويكون موجود يعني بين الشباب دائماً لكن حنا كنا يعني نتمنى أنهم احترموا الشاشة وخلوا الخلاف ذا زي ما قال ناصر الصلف تحت البث ويعني يقاربون وجهات النظر أفضل من ظهورهم على الشاشة بهذا الشكل يعني إذا كانوا يعتقدون أن الظهور بهذا الشكل يعني أنه يعزز من موقف أحدهم أو أنه يشعره أو يحس في داخله قوة أو قوة يعني أن تصربها على خصمه أو على الشخص اللي أمامه في الشخص اللي أمامه ليس خصم يعني هو صديق وأخ وزميل عشت معه أكثر من قرابة ثمانين يوم فلابد أنا كن له يعني احترام وتقدير مهما آلت إليه الأمور يعني لو حصل بيننا اختلاف لو حصل بيننا نقاش لو حصل بيننا زعل لو حصل بيننا حتى لو شيء كبير يعني هناك أشياء يعني تبرر من وجود الهدوء ويعني والريلاكس بينهم وأنهم يحترمون بعض وأنهم يحصلون على شخص زي ناصر الصلف يقارب وجهات النظر بينهم الشباب يعني أصدمونا بصراحة بالسلوكيات اللي طلعها اليوم على الشاشة والله ما عاد ندري شو نقول يا بو فرح طبيعي هذا يجدنهم أصلا هم يحاولون أنهم يخفونا لكن هذه حقيقتهم تبع السيبو حمود يعني بالطريقة هذه يعني حنا نشوف بعض الحين خلافات وحاجات وكلمة وكلمتين وخلاص بعدها لكن بالطريقة هذه وبالألف هاض القوية هذه فيها ألف هاض جارحة كانت جارحة بالنسبة لبعضهم ما كان يعني له ضروري أنها تطلع على الشاشة طلعة مجاملة بينهم معدبة مجاملة خلاص لا يا 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 شباب هم ما فكروا في الشاشة من مراجل واحد يفكرون فيها مراجل ثمانيون حسين جاهز حسين الصيعري فيه مشكلة طيب طيب عطونا تغريدة حسين خلونا نعرج على هكذا تعريج وبعدين يجي حسين وناخذ من حسين نفسه عطونا التغريدة إلى حسين قر عقلك براسك الله يخليك وابعد عن الخصومات ما بقى شيء على النهاية لا تغيب عن البث وابعد عن المشاغبة والسوالف عن الأشياء اللي بها خصم ترى جمهورك وفريق دعمك يتعبون علشانك ودائم يحذرونك من الخصم فتنبه ولا تعيدها الله يوفقكم جميع ما بقى شيء على النهاية ينتبه من الخصومات من شموخ الأمل أتحداكم ليش أنا جبت التغريدة العادية هذه هذه التغريدة تدوم شسالفتها هذه التغريدة كانت من جمهور ومحبي حسين الصيعري في فقرة عقاب المري في فقرة غبوك قال حسين لعقاب قرأ لعقاب قال يعقاب أنت تجي منه كلام من راسك ما هذا ما بتغريدة هل أنت مدرك يا أبو حمود وش الله هنا والربع أن هذا كلام نجم مستقبلي وإعلامي باقي تقول نجماً تلذحين والله ما زلت متأمل مستحيل يعني مستحيل أنه يطعم كذا الناس معاً في مؤشرات غريبة لكن أبو حمود ما تقول في هذا التصرف والله يا أبو فرح ولا أخواني النقاد ولا المشاهد الكريم أولاً لو سألتني ليش حسين الصيعري يقول كلام هذا أصلاً عقاب المري خلى حسين الصيعري يقول ذا كلام ما هو شغل عقاب المري أنه يروح يجيبيه تغريدات ما هو شغل هو شيء هل هي شغلة عقاب هذه مشكلة أولية أول شفحنا نبدأ المشكلة من بدايتها عقاب جاب لي تغريدات أنت تجيب شيء في فقرتك أنت فقرتك حركية خاصة بالغبوك إجتخلك فيه تغريدات هذا أولاً ثانياً حسين الصيعري عندما يقول التغريدة هذه من رأسك أو منها هذا أول شيطاً عمرك دليل أن حسين الصيعري ما هو واثق فيه نفساً عند أحد متابع له ما هو واثق في محتوى ما هو واثق وشي قاعد يقدم عندما المتسابق يشك في محتوى وفي وجوده في منافسة ذيك الساعة يشك في كل شيء يجيت بيشك في تغريدات بيشك من داعمين بيشك فيه جمهور بيشك فيه إدارة بيشك في كل شيء لأنه ما هو واثق فيه نفسه ما هو واثق في محتوى تبقى هيثق من الباقين حسين الصيعري أصلاً من يوم دخل ما هو واثق فيه نفسه مع بداية البرامج قلنا إن حسين يلا هندله يلا هنتعينه حيو الله من ذا فعله ابعدي يا ابعدي هاكا النهدل قام الرجال وضرب له جادة إن هو إخويا سألكم سألكم فلا تروا ما إذا شكك في التغريدة لأنه ما عنده محتوى يثبت له جمهور وأنه ينتقت وأنه ينتقت جهز حسين يا مشعل ولا لا يا جمع يعني المشكلة وش إيش المشكلة يعني حنا إذا جامعنا حلقة ثانية ولا برامج ثانية جاء عندنا الخارج طيب أبو عنزي فش تقول في حسين والله يا أخي حسين أنا بتكلم عنه يعني أول شي بشكل عام وبعدها بتطرق لطريقة كلامها مع أقاب حسين في بداية دخوله للبرنامج كان عنده يعني حضور جميل وتألق وكان يعني من الأشخاص اللي الجميع ينظر لهذه الشخصية يعني بالشخصية الأدبية والشخصية اللي مليانة يعني كارزما ومليانها أدب ومليانها أخلاق يعني بدون أي تجاوز حسين في الفترة الأخيرة الثلاثة سبيع الأخيرة والأسبوعين الأخيرة أنا ألاحظ فيه تجاوزات وألاحظ فيه جرأة على موضوع التجاوز إنه عادي يعني يتجاوز بكلمة عادي يتجاوز على مقدم عادي يتجاوز على متسابق الشيء هذا ما كان في حسين نهائيا تغير حسين ذا يذكرني بشخص سابق الله يستر عليه يعني فترة من الفترات وفترة الدخول وبدايتها كانت فترة جميلة ولها يعني جمالياتها ولها يعني عدم المثالية لها حقيقتها وواقعيتها إلا أنه بدأ يعني يأخذ له منحنة آخر يعني لا يليقب شخصية حسين أو أن حسين يعني كان ظاهر في البداية بشخصية يعني مخفية وظهرت شخصية حسين الحقيقية أنا ما أدري والله لكن طريقة كلامه يعني مع عقاب يعني غير جيدة يعني كلام غير مهني وغير يعني منطقي يعني والمفروض أنه ما يصدر من متسابق يعني المقدم حتى وأن تجاوز زي ما قال ابو حمود عقاب يعني تدخل في أمور يعني لا تخص فقرتها أو أنه تجاوز على الفقرة لكن مهما يكون المقدم يبقى لها احترامه وتقديره لأن الفقرة تعتبر حق من حقوق المقدم أنا رسالتي لحسين أقول له يا حسين على قولة أختنا قرر عقلك في راسك واهدى ولا تجاوز ترى التجاوزات الغير محمودة تحطك أول شيء في موقف حرج وتطلعك على الشاشة بصورة سية والله يا حسين أنك بتجاوزاتك هذه ويعني وبحماسك الغير يعني مقبول هذا أنك بتخسر يعني جماهيرية بتخسر ناس وبتخسر أشخاص ورسالتي دائما في العلام للشخص اللي يدخل العلام أقول له حاول أنك ما تخسر أحد قد ما تقدر أتمنى أن حسين والمتسابقين كلهم يأخذون بهذه النصائح من أخوان النقاد أبو مناحي طيب قوله لا إله إلا الله نتكلم بالموقع حق نذكر الله زين بعيدا عن كون متسابقين وكون عقاب زميل ويعني معنا في البرنامج مقدم يعني حسين بدر منه للتصرف هذا أو أنه قال التغريدة هذه مكتوبة بتركمات سابقة ألا وهي يعني مثل ما قاله بحمود خروج المقدم عن سياسة فقرته عن سكرمة الفقرة ألا وهي حركية حلب البل طريقة حلبة وكذا هو خرج عن السياق واتجه إلى من فقرة حركية إلى فقرة نقط فالشباب لهم ردات فعل لكل فعل ردت فعل حسين لما خد معه عقاب خد معه العلياني ورايد الحربي وغريني اشتدوا الكلام وكذا قال حتى أنت يا حسين يعني يوم يقول سلم مايكك ومشي تحداك يعني مقدم انصح الشباب التي هي أحسن وجههم التوجيه الصحيح أتوقع أن عقاب جاي يحسب هذا أسبوع الختام لا يا أبو حسين الأسبوع هذا من سكرمة البرنامج الأسبوع القادم هو أسبوع الختام اللي تجي تودع المتسابقين والكيان والفقرة بشكل عام ولكن أرجع وأقول سبب اتخاذ حسين للإجراءة اللي تأخذه هو تصرف عقاب يعني لا ترمون حسين إذا قال التغريدة هذي مهيب لي يمكن عقاب قراها اللي يكون ردة فعل ردة فعل هذا هو ذات النظري أنا طيب عطونا مقطع عقاب المري في فقرة غبوك المقطع الجاهز يا مشعل أعطونا المقطع كلهم حصوا بينهم خلافات كلهم حصوا بينهم مشاكل كلهم حصوا بينهم وشي عادي وخلصت البرنامج ورجعوا بسواه وكل بيهم نجوم ونجحين والله يوفق هو اسمه برنامج واقعي حياة واقعية فيها ضحك وفيها حزن وفيها بكاء وفيها وناسة وفيها استمزع فيها كل شي سبب لكن يا بو حسين أت ما كسرت معنا لك أبلو ناصر فهد عبد الله عن اذنكم ما حضرت ما احتاجكم من فقرة الله يبيه وجهك اشترك ان يبقى رقود الله يبيه وجهك وحسين والله وحرزين والله مالعادمك يا أخو هذا المقدم ولا بلاش الحبي أزجاد كيف حالك أخونا المشتون إن شاء الله أتمنى أجينا كل يوم أتمنى أجينا كل يوم ما هو ما في حاجتك توكل على الله دائم دائم تحال توكل على الله ليه ليه و assumي متوكلين على الله قبلك آه propulsion اه económ مال Leave ماذا بن الماللي قبله الصلاح ممكن سال محزاء والله ذكر في خير اتوقع انه اللي قبلهم سال محزاء اشجرح شباب صاح الين قريمين انهم ه bile حاضروني اله من انتظرهم واللي من انتظرون انهم على الشاشة انتظرهم مع الشاشر؟ نعم تبوترهم معه وانت؟ لا بش ميزرحي اخويها اخويك ما يستعون اوجيهم ويحتربهم؟ لا لا يستعون ما يستعون؟ لا لا يستعون لا ولا يستعون؟ بش قالوا؟ كلامهم كلبي ما يستعون لا يا فهد محمد ولا ناصر عندك اعتراض في الشيدة؟ انا اشوفهم يجد ما اقولش انا مع اي اعقاب ما يستعون اوجيهم اعطى الفقرة حقها وجاوك وحضره ونول الناس وحاضر الفقرة وش اللي محضره؟ عن اذنك يا حسين قمت انت من الفقرة يا استاذ انتنت ولا احتاجك الفقرة اخو سهارة اعطيك حق الفقرة عن اذنك عن اذنك انا من اخابر عوائدكم المرة تطوري يجيل من فقراتكم المرة؟ نعم يطوزين من الفقرات؟ نعم فقرات ومحلات تعتبر محلك تضبط علي في بيتي لا هذه الية برنامج تطردني منها يعقاب العوائي تطردني منها ما انت بجاني في محلي هذه الية برنامج احترم ليت برنامج اذا احترم انت ليت البرنامج وعرفت انت تقدر رياجي لما تقول من الرجال تدبر ما حتى تقول له ربع كلمة؟ لا يخصم عليك وتطرع ماك مالبهم ولولا الخوف اهمنا الله وشبانك اللي تابعوني رحلتك براية انت وليه معك الاربع استرح يا ابو خالد انا ذلك ابو حسين ما انت بحاضر؟ يا كنترول عطي الشنار زيادة بن شري بما انه بياخد تصميمين عطي خصم 4000 نقطة والشباب اللي قدموا كل اليوم يا جماعة يعني بعيد صراحة انا باخذ الموضوع من زاوية كذا انا ادري ان كانت بتاخذونه من زاوية انا باخذ من الزاوية الثانية بغض النظر عن اعقاب والفقرة المتسابقين كيف تعاملهم مع مقدم كذا لأول مرة في حياتي اشوف متسابقين يقولون بيضل وجهك المقدم الفقر والله هيا لأت المقدمين كلهم مثلك ميرنفتك يا جماعة والله النسخة هذه انا ما ودي اغلط لكن النسخة هذه غريبة انا بكتفي بمصطلح غريبة يعني مهما كان مقدم اخطاء الناس مو بجينكم من السماء مو بجينكم من السماء لكن برضو انت اعرف مكانك واعرف حاجتك ومصلحتك في البرنامج يعني خلاص حتى لو المقدم حاول انك كذا انت اعلامي انت في مرحلة انك تكسب الموضوع تهدي الموضوع مو بتقول والله الله يبيض وجهك يعني مو بيمكانك تناقش يناقش المقدم طيب قول للأهل الله يناقش ما يقول مو بمنحي يقول بيضاجك يمشي طيب انت تقول اعلام طيب الريجال دولا متسابقين لا زلوا تحت التجربة ما بعد تخرجوا الى الان يطلق عليهم العلمين لا زلوا تحت ما ضلت ايش متسابق ايه متسابق يعني خدني على قد عقل يعني المقدم ذو تجربة سابقة في الاعلام في السوشال ميديا في الى اخرى يعني يجيك مقدم يقول متسابق يا رجال رح اسمك ما يطلح في الهاشتاغ لا ما نختلف هذي خطأ هذي سقاطة على نعم المتسابق يعني فريق دعمه جمهوره دعمينه همشتهم انت هذا المقدم واحد اثنين التصرف اللي خلى المتسابقين يقولون كذا تصرف المقدم نفسه طلع عن محور وطلع عن سياق فقرته عن تتكلم بالمنطق يا اخي لا تحط اللون كله على المتسابقين انا محطة اللون انا باخلي من زلو اخر لا انت تقول انا معك انا تقول اخلي من زلو اخر انت تقول بيض الله وجهك يام خلتنا نعود مشتهم يقولون مشتهم يقولون مشتهم يقولون هم قابل الله يجون للخيمة كانوا في الهاندقر بيض الله وجهك يا الصلف تكلمت قلت يا الرابع عقطع السالوات خلحنا نروح الاصابة بنا ونحلع بها ونحيي فقلاتنا الصحيح حاول يقطعها جاك طل عمرق حقو منطقة والخيمة جاك الصلف وفهاد محمد والقريني وزيادة بن شري زين يوم جاك طل عمرق قال عنا دينكم وهم قالوا وابدا لك الاحترام بيضلوا وجهك كم الله راح قالوا ليت المقدم يا رجالة اسمكنا ونحيي طلع بالايشتاق والمهنية هذي 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 ما اخذ على العقاب طيب طيب حلو زيادة بن شري بادب والله يجي مع ابيات قال يا ابو حسين زملا يوم طلعتهم قالوا ما يستحون لو جيهم هذا لفظ اعلامي ما يستحون ما يستحون لو جيهم عندي عندي ما يستحون ليه ليه في الفاظ مهنية اكبر في اه يا اخي اترك اترك كل جمهور يرد مني يا بتعان كل جمهور له صوت حنا شايفين صدقني يعني اعقاب في الفقرة هذي جاي بشخصية ما ادري انا يعني مستغربين جدا من عقاب يعني لا تقول لنا متسابقين لا بالعكس متسابقين ردة فعلهم كانت سليمة الى الين ختم عقاب الين ختم يعني انتو تشوف انه اه فعل عقاب وفعل المتسابقين ما هو الا ردة فعل على المقدم نفسه ردة فعل على المقدم نفسه لو المقدم جاي يلا حيوم كيف الحال سال فسال يا ولد الرجال جاي على انها ختام مغرد في التويتر عطوني كلامة اختم بها الفقرة وين طيب الاسبوع القادم انت عندك فقرة لا ما له نية حضرها اول شي يا ابو مناحي انت كلامك صوت ولا قلت له كلام الصحيح بعين العقل اولا ثانيا في اول كلمة انا قلتها للمقدمين في هذه النسخة قلت لكم يا اخواني الاحترام واجب عليك بينك وبين المتسابقين اذا سقط احترامك لنفسك سقط احترام الاخرين لك انت يا عقاب جاك المتسابقين ترى احتواء المتسابقين في الفقرة ووجودهم في الفقرة هذا احترام لك جزاهم الله خير يمحترموا فقرتك وجاوك عائدين سواء متخرين ولا مبكرين جاوك من الممارة طماجة يقول مثل يقول تأتي متاخنة خير من لا تأتي جاو الرياجين واجرسوا رحب بهم وسهل واجرسوا لكنك يا عقاب اول ما بها تطرقت لا اسامي في التاق ومالتاق هذا تكسير بصالح ابو حمود بوضح لك نقطة الخلاف كونهم متاخرين لا لا بداية خلافهم على خوتهم المقدم ينتقد المتسابقين على الخوة انتم ما انتم على قلب واحد انت فهمت هذا الخلاف ما بها انهم متاخرين لا طيب قبل اصلا خلنا نقول انه انتقد خوتهم اول شيء عقاب المري يا اخواني ما لا حق انه انتقد خوتهم جيدها من عدمها ما لا حق تعال ادي فقرتك عقاب علمهم الحلب نفداك اللي ما عارف حلب واللي عارف حلب خليه حلب ورح يا عقاب المري ما لك لزوم انطل عمرك تشكك في خوت الرياجي لبعبهم على ما قلبوا مناحي هذا الاولى الثانية الشباب اللي جوك متاخرين او انهم جوك في بداية فقرتهم الاخير ها ما لا موجبا نفداك وتقول له ما احتاجكم لا نفداك انت ما لك صلاحية يا عقاب انك تقول للمتسابق ارجع ما احتاجك ما بصحيح ما بصحيح يا عقاب وبعدين جوك الرياجي اللي تقول له ما يستحون على وجيهم منطقي الكلام ده يا عقاب ما هو منطقي خطان عليك والله انه خطان عين نبيان والكلام اللي صدر منك ماه معقول ان هذا هذا عقاب المريه هذا يخص عقاب تطرق للهاشتاك وتطرق لخوتهم وتطرق الحضورهم مع احد باقي اللي يقول لهم عن ذلك انك بروح اشرب موية ما انت في فصل يا عقاب ما انك في مدرسة عن ذلك يا سادة روح اشرب وانا اروح اغسر وجي وجي ما منطقي انت ما الساده انت هذا بما يخص حسين الصعري حسين الصياري كمتسابق هتمنى يا حسين انك توزن لسانك شوي ابو حمود اباخد تعريج حسين جاهز معنا انا باخد تعريج من ابو عنزي وبرجع معك انت وحسين شف انا اول شي عندي تساؤل المتسابقين ليش يعني ما يحترمون عقابل مري اي مهما انك هنا السؤال اقول لك انا ليش ما يحترمونه يعني اللي انا شفته اليوم في الفقرة انهم ما يحترمون عقابل مري حتى لو نقشهم عادي خليعلمك بعكس ان فيه يعني كثير من المقدمين اشوف حتى المتسابقين يفرحون بجيتهم ويرحبون فيهم وبينهم يعني ماذا الفقرتها محمد المسردي بالضبط بينهم يعني التواصل وبينهم لكن عقابل مري اذا جاهم فيه حزازية يمكن عقاب ما يعطيهم الجوال يشوفون الهاشتاغ انا ما ادري لكن اذا عقاب فعلا يعني دخل معهم في الهنقر وتكلم عن ان انتم وما انتم على قلب رجل واحد حتى انه يعني صلت لدرجة انا يقول لما يد واحد منهم يلا تحداك تنزل مايك وتطلع او بلفظ اخر يلا نزل مايك وتطلع اذا انك صادق يعني الامور هذه يعني ما تستر من مقدم نهائيا انا واش تخلني في الاشياء هذه اش تخلني اقول المتسابق الشيدة اش تخلني اتكلم في موضوع يخص النسخة باكملها ويخص الادارة ما يخص اي شخص غير الادارة وغير المتسابقين والحدث هذا يبقى حدث يعني محصور على المتسابقين وعلى اللجنة فقط لا اكثر والاقل وهم اللي لهم الحق يتكلمون به هذه النقطة الاولى النقطة الثانية بعد ما وجوا المتسابقين هنا وطردهم عقاب عقاب شخصنا هنا يعني طردهم قال لهم يا شباب توكل على الله المتسابقين اللي قدامنا ترى فيهم ناس كبار سن يمكنهم اكبر سن حتى من عقاب يعني طبيعي انه بيكون عندهم ردة فعل اي شخص اذا ما شاف الشخص اللي قدامي يحترمه بدون سبب طبيعي انه مو محترمه فما بالك عاد فقرة بطلع منها ما بالك فقرة بطلع من جوها كلها هذا هو انا ماني بحاضر الفقرة انا ذا الحين الرجال يتكلم معي في الهنقر بالطريقة هذه وانا جيت الى هنا بعد وجلست معه انا شكرا لي اني جيت بعد وبكمل فقرتي معه هنا وهو جالس يتكلم عليه هنا ويسقط عليه هنا وجاء ويسقط عليه هنا وطردني ويسقط طبيعي انه بيجي له ردة فعل يا جماعة حنا ما نتكلم في عقاب كشخص ولا في المتسابقين كشخاص حنا نتكلم في ردة الفعل واداء واداء عندنا ردة الفعل الطبيعية اللي لا يعني طبيعي انها تصدر من المتسابقين ونتستغربها من عقاب كون عقاب هو المقدم هو قائد الفقرة هو اللي لازم يكون عنده كنترولة نفسه لازم يتحكم في الفقرة لازم يسيطر على المتسابقين لازم يعرف كيف يلم المتسابقين ويمتص خضبهم يجلسهم يكمل فقرته يعني على الشكل المطروف وبالشكل يعني الجميل اللي يظهر على الشاشة اللي شبناه اليوم على الشاشة مو في فقرة اللي شبناه اليوم على الشاشة هواش وتحدي نعم نعم هذا يطرد وهذا يقول بروح مع أخياي والثاني يقول يعني تشوف الجميع الجميع مخطي جدا كل واحد عنده عليه نسبة خطأ جدا أنا بالنسبة لي والله أعتبي على العقاب وأنا ضم صوتي صوت أبو عنزي لو في تناسب أخطاء في النسبة الأكثر للمقدم لأن هو اللي بدع وهو اللي بدع وهو اللي يتطرق المتسابقين جايين للفقرة كأنها الفقرة المعتادة ألا وهي ما يجيهم للخيمة أسئلة سوالف قبل الله يبدون الحركية الحلب ولكن الرجال ظهر من السياق بغض النظر عن أسماء لكن أنا لوم عقاب كمقدم يعني الموقف ذا فيه عقاب ولا غير عقاب أنا لوم عقاب كمقدم كمقدم لأن المقدم مطلوب عليها أشياء واجد ما يدخل مع الباب هذا إلا كده يعني عرفها كلها ومتجهز لأي سيناريو قدامه أنا كيف أحافظ على فقرتي وأكملها من الألف إلى الياء بدون أي تجاوز ضيّع مبارك ضيّع صيدك عجاجي طيب حسين صباح الخير أعطوني حسين ورحبون أحسين صباح كلب الخير صبحك بالنور والسرور أحسين لبك أنت طلعت اليوم بمظهر يعني غريب ومظهر مثير للتساؤل في فقرة غبوغ مع عقاب ماذا السبب؟ والله السيطة العمر اسمه بالأول والأخير من أعقاب الله يهدي الله يهدي إن شاء الله الرجال أول شي ضغطنا في الأول والثانية والثالثة من أي ناحية كيف ضغطكم؟ من الأول ناحية كنا موجودين على الجلسة اللي هنا فقرة اسمها فقرة خبوغ الرجال جاء قال ما يتطرق المواضيع بعيدا على الفقرة حسيت أنها من ضمن النجج مثل المواضيع اللي يتطرق لها مثل ايش؟ مثل موضوع انسحاب ريان ومادري إيش جاي سألني في موضوع انسحاب ريان طيب غيره؟ أنتم طلعتوا عشان الشرط الجزائي ومادري إيش؟ هذا معود يقول لي أتحداك تنسحب الحين قلت أنا رجال ما أنا بخبش طب الراسي بالجدران على كلمتك منسحب الموضوع يستاهل أنا بنسحب عليه هم أنك تجيني وتقول أتحداك تنسحب كلامك ما هو مقبول عندي طيب حسين سؤال قبل أن تقل لأبو حمود وش اللي وصلكم للمرحلة هذي؟ يعني هو جاكم كذا قال أنت فلان فيك فيك؟ نعم الرجال جاء وقام يضغطنا بلحكة لا أنا ولا أخويات وبعدين رحنا للخيمة أنا رجال دخلت يطول عمر أخذ لي موية ساعة طلعت ولحكتم في الخيمة أول ما دخلت قال ديور وطلع طردني من الخيمة وأنا رحت أجيب لي موية ولحكتها على الطول وأنا السنة طول عمر قايم للنوم أبغى حضر الفقرة وكلها عشان نقاط ونحضر الفقرة عود يعطينا ردة فعل غير مقبولة منه طيب يا حسين ممكن أنتم تأخرين وهو عادي كما قدم فقره هاصل عني بي أنا أول من حضر الفقرة وهو كان موجود عقاب أنا وعبد الله عبد الرحمن ورايد كنت معه قبل ما يقومون بس أنت ما انطردتين انطردوا أربعة لا انطردت أنا من ضمنهم دخلت عليه قلت السلام عليكم قال ديور طرد بعد حسين نعم وش قال لك؟ قال ديور اطلع من الفقرة طيب أبو حمود تعريجك مع حسين حسين صباح الخير صباح النور والسرور شفت كلامك الأول بما يخص عقاب أنا أتفق معك جملة وتفصيلة أسلم واحد اثنين يقول عقاب في فقرة أنك طلعت ما ساذنت وهذا ما لح حق يقول فيه عقاب هذه الثانية أتفق معك فيها أسلم الثالثة اللي عندي هي مهمة يوم قال لك عقاب تفضل يا حسين وش رديت عليه؟ ما قال يتفضل رجل ضغطني بكلمة طيب وقلت له أنت ماني بخابر المره يطب ضر يجي من مجالسهم طيب صل عني بي الرجالة وعمه الرجالة في منصة منصة إعلامية من بعض الحكاء ما له داعي طيب ويعتبرنا أنه يمثل نفسه يمثل ربعا طيب وذي الردة تفعل ما تمثل طيب يا حسين شوف التعميم لغة الجهلاء وأنت ما أنت بجاهل ما أني بجاهل أحسين اسمع اسمي أحسين خلني بخلص كرامي وعقبها رد علي أسلام أنت تكلم مع مقدم اسمه عقاب ما له داخل لا موجب اسمي بيه ولا اسم قبيلته ولا اسم ديرته ولا اسم اللي هو منهم ما لك موجب في طراق الأمور ذي كلها اسمع إلينا خلص وعقبها رد علي عراض الرياجيل اسم الرياجيل ترى كل فيه حقه من طيب ومن خطأ سمعت أنت هذا الأمر الأول الأمر الثاني إلا شفت أنت أنه عقاب ولا غيره تطرق الأمر ما يعنيه ذي كل ساعة كلها ولا أقف تحاكى على اسمي على شخصي على فعلي لا على شيباني ولا على قبيلتي ولا على ديرتي هذه الثلاثة أشياء خطأ خطاك كلها وعقك ترى سقط واللي أسقطه اخطيانك على عرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بقيد goal أعطي ترجمة نانسي قنقر الأمر لا أقوم بالتاتح Agni أ übersحبت ترجمة نانسي قنقر أنت كانت عندك ردة فعل حتى لو أنا ما أشوف أنك مخطي وجهة ناظر أنا وجهة ناظري أنا وجهة ناظرك وضحت في الرد قبل شوي وفي البث نفسه شكرا لك حسين صل عني بي كلمتين أول شيء اللي خلاني يتكلم يطول عمر أنا رجال يتبعوني عرب من وراء ششات دقائق دقائق صل عني بي صل عني بي أنت لحظة الموضوع 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 إعلامي بحت مش تشعب الموضوع أنت محترم وعقاب محترم الشاشة محترمة الجمهور محترم كل الاحترام العائلتك العائلة جميع المتسابقين العوائل جميع المتسابقين العوائل وأفراد جميع المقدمين ها صل عني بي اللهم صل يا محمد هذا كان تساؤل وتعريج الموضوع أنا ما أشوف أنه يحتاج للتعريق أكثر يا حسين أنا عندي كلمتين لحظة عشان ما يتفاقم الموضوع بس هذا هو يا حسين حنا سمعنا منك الموضوع واضح للجميع أنا أشكرك على مداخلتك عندي كلمتين بس أنا أطالب كبل ما أنا أدري تبني تقول أنا أنا وراي ناس أنا لازم غيرها غيرها والله غيرها أنا أعتذر من عقاب المرين وصل اعتذارك كاني أخطيت في شيء أنا أعتذر من الجميع يا سلام علي وهذه نبرة خطر رجال نرفضنا في السلوب بيضر نرفض أصابنا الصدق وحن ما ما تصورنا شيء فيه وكلمنا كلام ما من لحظة غضب بيضر شف الإنسان أنا قدم اعتذاري أي الإنسان هم معصوم من الخطأ يا حسين أبداً وحن نثق فيك ونثق في عقاب ونثق في جميع من يعمل في هذا الكيان من ناحية أدبه واحترامه واخلاقياته بالعكس ما لحقنا فيكم شك لكن الشيطان يحصل والأخوان يحصل بينهم هو بعادك الرجال من قبيلة الله يبيض وجيهكم شكراً يا حسين تعرف بطول عمرك عطوني زياد يا جماعة فيكم في شروم زياد من شري أبو عنزي حصل اللبس هذا وانتهى من هذه الناحية من حسين طلع وبرر على التساؤل اللي كان عندك كيف تشوف مداخلة حسين السياري والله مداخلته واعتذاره اعتذاره يشكر عليها الاعتذار من شيء من الكبار يعني وهو زي ما قال يعني كانت لحظة غضب والرجال قرب خطأ يعني خطأ كان واضح يعني إقحام مجتمع وأفراد يعني في خطأ فرد هذا شيء يعني غير مقبول وترى الخطأ إذا يعني إذا عقبه اعتذار وعقبه اعتراف بالخطأ فكأن الخطأ لم يحصل يعني وأنا متأكد أن العقاب المري بيقبل اعتذاره عقاب يعني صاحب مهنية وصاحب يعني مبدأ اللي صار اليوم كان كلها نرفزها في نرفزها عقابتها نرفز المتسابقين تنرفزوا صار يعني منهم ردات فعل الجميع كلهم وهم براضين عنها يعني أنا متأكد حاله البقية كحال حسين الآن يعني لو الود وده يعني يطلع على الشاشة ويقدم اعتذار يعني اعتذاره للجميع وترى بظيف لك أبو عنيزي ترى حسين الصيعري ما عمر طال لكم في شروم اللي هو يناقش ويعتذر وكذا حتى لو أحياناً هو يعني صاحب حق فهذه من ميزات ومميزات حسين الصيعري ولهو بقصورهم في خوياه حنا وحنا أعضاء فقرة ناقد نجي أحياناً والله عظيم من المتنج بزي يعني طبيعي جداً هذول البشر لكن ما أحد معصوم من الخطأ عطوني زياد بن شاري إذا جاهز زياد صباح الخير يا مرحب أومس هلا يبو هلا زياد زياد مرحبا الله يبقيك طويل عمرك مرحبا ومسحبا اجل الزين أو المايك يعني بس شوي على خشمي ايه ارفع المايك كيف مذبوطة الهين صباح الخير يا زياد صباح النور والسهول ورد من ثور يا بو يا فرح زياد حنا شفنا اختلاف وجهة ناظري الحصالات اليوم ولكم دخلتوا وما هالكلام هل أنتم كنتم تأخرين على إعقاب طبع حنا حاول نفكرها من بداية حرف عرف على الهين اه اول شي حنا حاضرين حفو الشباب كلنا متحمسين للفقرة ونبن نقاط تعرف اخر اسبوع وكل رجال مننا شهادة نحيلة ويبيوصل الى النهاي وطبعا اللي الله يكرم كرم المشاهدين اللي باقي ملبس شوزة واللي باقي بياخذ الهما واللي بياخذ لحاجة النساها وبيع الحق على الفقرة ما اخذينا اقل من خمس دقاي اقل من ثلاث دقايق لحنا معهم في الفقرة انا والله انصدمت وجهه انا بالصدقلي انا كنت مع الريجيل وقال فلان 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 وانصدمت طيب انا متأخر معهم لوني اذا اروح قل بس اما تيجي على اخويا تكون بينهم كذا 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 والريجيل تحمسي الفقرة تكون بعضهم والله انها ما رقت والنهي بحضر الفقرة انها رقت انا وما ثقين شوف حنا شوفنا اللي حصل يعني تقريبا انت افضل واحد تعاملت مع الموضوع للامانة هذه وجهة ناظري انا كزياد يعني ما قال يعني ما مشاء وقال بيضر الله اوجك ليتي لي مثلك اكثرون او ليتي المقدمين مثلك كلهم استاذن ومشاء استاذن بكل ادب وانا ما زلت عند وجهة ناظري تار زياد من اصحاب المراكز ابو ملاحي تصرف اللي ارتكبها الازدياد يا مرحبا واسع حيك الله يا زياد شلونت الله يبقي يكون طول عمرك زياد يعني وصل مع الشباب فهد صلف القريني وكان هو رابعهم تفاجأ بعقاب وردت فعله على جملائه حتى انه ما جلش وقف ويوم غادروا جملائه الفقرة قال يا عقاب جملائي ما لك حق فيهم وودهم يحاضرون الفقرة وودهم تفاوض مع المقدم بادب وباحترام حتى جملائه الباقين فما شاف من عقاب تجاوب قاين أستاذ ونكفو مال له بكل أدب ولكن هل هذا علشان زمالك تربع ولا في شيء بينك ومن عقاب أبوشي ما بيني بين وبحسين شيء بش هذا ما هي بتصلح كيف الموضوع هذا ما يصلح ما بيني بين أبو عقاب حسين شيء بس الموضوع ده أنا شوفته في وجه تظري ما يصلح سلمة تجيب على الرئي وتطرد الرئيجين الرئيجي جايين كم تحمسي الفقرة تبيعطوا الفقرة حقها وريالتي عالي وصاحي من بدل يخيش تقول لو سمحت فاضل ما بيك ليه أنت اتخذت القرار ذاب موجب من جملائك اللي جوا معك قاد نعم الرجال نخلي خوي ما في خير طيب طيب بارك الله فيك طيب السؤال اللي هو أهم من ذلك كيف كيف تشوف ردات فعل الشباب على عقاب هل هي صحيحة أو لا نعم صحيح في محلها بعد حلو طيب هل تخصم عليك 4000 تحملها أو تحملها من دون أخيي والله أني تحملها حملت شلت وراب وخاربت وكلهم وش خصم عليهم كلهم كلهم اللي حضروا اللي ما حضر لا حول ولا قل اللي طردهم اللي طردهم طيب اللي ازدياد تباك أنا ما أقدر أقول الله شكرا يا زياد شكرا طيب أبو عنسي مش تقول لأبو شهري صباحك الله بالخير يا زياد بأن نور وسوء يا مرحب والله ومسحر والله يا زياد أني أشكرك يعني على يعني موقف كل يوم كان يعني موقف يحسب لك يعني تكلمت مع عقاب بهدوء وباحترام حاولت أنك تمتص غضب عقاب وحاولت أنك يعني تتكلم معه وتقنعه أن الشباب يرجعون يعني إلا أنك انصدمت بردة فعل عقاب أنه يعني كان يرد عليك بكلام يمكن يعني أثار في نفسك أو أنه يعني ما أرضاك في خياك وأنسحبت يعني بطريقة كانت يعني لا بقاه طريقة محترمة مع أن الانسحاب يعني في الفقرة أنا ضده صراحة شوف أنا مثلك أنا مثلك بس أنها من حق يخو سلامات الشباب كلهم المسابقين ما جووا من بيوتهم عند أهلهم واللي يبحثوا للفقرات يثبتون نفسهم هذا الحين أما قال وثورة البرنامج وآخر سبوء كل شخص الآن يثبت نفسه كل شخص يذير وجهه للجمهورة يذير وجهه لبني عمه والشيبانة أكثر شيء يتابع القراء واتمن شيبانة أنت خروجك كان على مبدأ يعني إن خلاص دائما طردوا أخي اللي أنا جيت معهم بانطرد معهم نعم كان هذا هدفك بس لا لا هدفي أن تلفظ الأخي غلط وحرمهم من جمهورهم من شيبانهم من متابعينهم يتابعون ينتظرون مع الشاشة ينتظرون يجون على الشاشة عشان شوفون يشوفون المتشابق لا ويش هيقل اطلع لو سمحت غلط بي أنا بلنش ما عجبتني بس أنه أستثناءك منهم وقال جرس يا زياد ورحب فيك الشيء ذا ما أحرجك قدام عقاب شوي أنك تجل لا لا أنا أعرف وإيش مدخالي وإيش مخراجي سلام عليك أبو بيض الله وجل لله درك هذا يجمعه هذا نجل هذا إعلامي هذا واثق من نفسه بكل أدب و بكل احترام قال يا عقاب أخوي مخطب عليك يا عقاب الرجال جايين محاضرين الفقرة من أول أخرها ويبون نقاط وترفض عليهم المقدم بألفاظ سوقية وتمالها طمان تحصار وقال لا بالله أنا أستاذ مكي عقاب وماشي الزدياد لبيك أنت لجم أنت واثق الزدياد وش بترفض عليها أنت في النهائي بذل الله نجمل جمهورك حالا نجمل جمهور نعم كفو وفارق التوفيق وانا وفارق موفق خير طيب يا زياد لبيك أبو حمود فضل ما زياد زياد صباح الخير أرحم أرحم مليون أرحم أرحم مليون هذي أوف هذي النقاد ما جاء مرحب جاك أنت لحالك لهوة سوداء يا ولد العالم حتى المتسابطيني شخص نو المحبة شايدا على الله يا رجل لا إله إلا الله ينزل الله سبحانه المحبة في قلوب الخلق ما لهم في يدهم سبحانه الله صحيح يا أبو ما تقول لأجرر ماشاء الله علي فلبيلك وإله والله ما شاتر زياد جاكت حيا لبيك لبيتي مكة رضي الله عنك غير غضبا لو أنك جاءت ونخيك وقال لك عقابة جلس وقلت على خشمي وجلست أنت اللي أنتهدي لهم ورثهم قلت يا أبو حسين جاكت حيا لي عندك رجاء فضلا ولي سامرا أخوياي اللي ما رضيت عنهم ودينك وتردهم جاكت حيا ترى الدبلوماسية دائما في الإعلام زينا حلو بما أنها استثناها كالرجال معناها أنها معطيك مجال أنك تشفع لهم فأخذ المجال واجلس إذا جلست أخذ معه الحديث كلمة وكلمتين ثم عقباط أمرك قولي يا أبو حسين الله يحفظك ودي بما أنك سمحت لي هذا من كرم أخلاقك ودي أني أنا أشفع لأخوياي أردهم معي جاكت حيا والله ما يقول لك حلو حلو يا أبو تشفع لزملائه والرجال تكلم مع زملائه والرجال تكلم مع المقدم في زملائه قال يا أبو حسين يا أبو حسين الرجال جايهم معصار أنا يشقوا يبعج جايهم معصار قالبهم في الهائف الحنقر شك 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 ثم الريق يبعج أحن فينا فلق دولة في قبوك أنا شف أنا معك يا أبو مناحي لكن شف في طرق دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الليل في شيء اللي زانه زياد معه كارزمة بحيث أن زياد يقدر يأخذ الشيء اللي هو يبغاه بذكاء وبجبل مماسية والله لو أن زياد جلس وأخذوا عطاء وصطف الله من قولته والله لو أنه جلس وقال يا أبو حسين ولا علي كمر ودي بما أنك استثنيتني وسمحتني أنك تسمح لأخويتي معي ما هو برادك لأنه ما استثناك لأنك مقدرا عنده ويمكن يقدر أخويك على جهانك حلو أبو حمود سعادك الرجال عاد في وجه هماء صحيح أجل الرجال يطردني وأعود عليه ما لم يعود هل معاي اسمع مني يا أبوه وثاني شي أنا حاولت أني أمتص الغضاء من الرجال الرجال وجه وجه الشر رجال ما أتكلم لأنه رأس خاشمة أمشتها كلا قلت وقلت ما لها لا أنا أذنك يا وعد الرجي حاضري قلت كذا 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 أنت ما قدرتهم وقدرت جمورهم من اللي وراهم وقدرت شيبانهم من اللي ينتظرونهم كلامك صحيح بس أنت يا زياد أنت وأخوك لبيك لو أنك يوم قدرت معهم كان موقفك معهم صحيح لكن أنت اتخرت أنت يوم توخرت قلت أنا في خاطري يوم توخر زياد قل ليش توخرت عشان تحكي عشان ألمه الكلام فالأفضل أنك ما تحكي والوضع من تكهرب الممروض أنك تهدأ لين تجلس ويهادب حسين وعقبت تكلمه بأخوياك لبعنا انتظرت الليل راحوا لي قال كلهم وكلمته بسلوب زياد بس واضح أنك بتوتر لا 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 ما بتوتر هو طالعمرق جامع أربعة ريجيل هو رابعهم زياد جامع فهد محمد وجامع القراري وجامع الصلف والرابع زياد وهو عقاب قالت اعتدر من الثلاثة قال لما انتم يا الربع غادروا الفقرة طيب وزياد هو واقف ما يدري هو من جده عقابه ولا ما غري يمزح قال يا ابو حسين خدم أهو عطش ويلد حسين الصعري قال انت حسين حق الربع تراك معهم وظهر حسين على ظهر أثر أخويا طيب ثم قال يا معاين زياد لو لها الثلاثة تراحوا لو لها حقهم حسين لو لها الرجال ما يفيد معه لحك قالها يا عقاب أنا اشتادك يا محمد يا محمد تصرف عقاب تصرف عقاب خذ معي خذ معي وعط شوف يا محمد انت احيانا محمد من ناحية على الصعيد الشخصي احيانا تدخلك في امور عشان تصلح بينها صح ولا لا زياد بن شهري يوم تأخر ترى هذا فرصة له انه يجلس ويهدي الموضوع عقبة يجيب اخويا الاربعة ترى حسين يوم خلى زياد بن شهري هي حدا امرين اما بيخلي زيادة هدى ثم اذا اطلبها بيقول ابشر بما انك عطيتني يتقدر زيادة يقول انت عطيتني فانا جلس ثم عطيتني فانا اذرك بغادر هالرجال ما اعطاه فرصة انا انا اعطيتها فرصة ما اعطاه فرصة هالرجال هو واضح زياد اعطيتها في وقتها اما اجلس وبرد السالفة اقول انها زيادة بسأل وجهة الارض يشوف انها النساب واضح طيب طيب زياد شكرا شكرا لك يا زيادة بن شهري العابو يا ابو فرح الله يعطي كالف عافية تبرير يحق لك انك تبرر وانك تعلق بالشي اللي تشوفه مناسب واللي يعني شفت هل في فقرة عقاب هذا التعليق وهذا الجواب يحترم مهما ان كان بغض النظر هل هو صح او خطأ الا انها وجهة ناظرك وتمثلك طيب خلونا نشوف المقطع الاستضافة يا ابو يا مشعل ايه قطونا المقطع بايه ايوه ايوه وغرت فيه ايوه واضح ايوه لكن انا فوقي تعجب تساؤل تعجب في نفس الوقت من هو الشخص ما تدري العالم يقولون متعب رقعان العالم يقولون فؤاد عبد الله العالم يقولون زياد العالم يقولون يا اخي لقوي الواجد انا انا يا محمد اتفق ان فيه عقوبة اتفق ان فيه تجاوز من هذا المتسابق اللي لا اعلم منه ما تدري الى الصلف 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 لابح ايضا طلع تتوقح اوالله لابح اول شي ا dernier الطلب علي فؤاد عبد الله اوالER فؤاد عبد الله اطلبولي فؤاد عبد الله ياررب انا منع على الصلف انادري الصلف شاüyorsun والله بالشله انا شوف انت قال Mister يا الرب انتم طلب فؤاد. والرجاء دا يقول الصلف. انتم بان بس كم شككين منهم. الصلف الرجاء طالبنا الصلف بس محنية الفؤاد. فؤاد. يعني انتم متاكدين لنا فؤاد. يا ابو ناحي. والله هذا المقطع يقوله. انا للحين. انا للحين وجهي علوة. وجهي لحين حضراء. يا سلام. حضراء الى شمال. وحق من انزل الكتاب انه فؤاد ابن عبدالله عيانا بيان. لكن تجي انت وهم ومعكم اربعين. طيب من اللي مقابل له? لا هذا ما ذلك. شوفوا شوفوا شوفوا. لكن هذا فؤاد. انا. اقولكم مهما اختلف الاسم او الشخص. اتفق في عقوبة. اتفق في تجاوزات. اصلا هو. اثناء التصوير له مو بلوكوشن قرية. خارج. انا اقول لكم شي. ايه. انا اقول لكم شي. ايه. انا اقول يمكن ناصل الصلف. يمكن فؤاد. متعب. يمكن متعب. يمكن عبدالله عبدالله. حسين. يمكن عبدالله. يمكن حسين. بيجيبهم كلهم. لا خلني علمك. يمكن حسين. ويمكن يمكن ان يكون. بس. ابو فكر. ابو فكر. بس نفدك. انا عرف. انا اتوقع ان ابو فكري. انا والله ان شاء الله ان شاء الله اني ها تلمشت. فؤاد صباح الخير. انا اقول اني من السابعة ذوق. انا اقول حدر رحمان الفهري. انا اقول. انا اقول فؤاد. اه بل عبدالله. صباح الخير يا فؤاد. صباح النور. متفاجئ ولا شو سالفة متفاجئ من المقطع ولا منصدم ولا تقول أنا بريء طيب صل عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أنا والله أرفع الصوت هذا أهم شخص الآن عطوني الصوت زين من هذا هذا والله في المقطع أيو أبو فكري هذا والله أبو عبد الله تعرفوا حتما أبو عبد الله لا والله موجود الآن يكلمني مشهور فوات أبو حمود النجم فوات نجم إن شاء الله إذا خلصت إن شاء الله هذا الأشر تيام على خير صباح الخير يا فوات صباح النور والسرور يا مرحبا شونه طيب الله يحييك أول شيء بيض الله وجهك على استقبالك الرجال في مكان مناسب لأنه كي شلانت القرية ماهب برات عز الله يا ذاك المجلس إنه بارد ثلج ولو بعدين هادي وهادي الاجسماع كان مقلق لكن أنا عندي لك سؤال هل وصيت محمد عبده يزبطكم دل له برات ولا لا ما كان موجود بيض الله وجهك يعني ثبت إنه ثبت يعني هو طيب وكي طيب وكي أنا بخشي ها رضي شخص تعال 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 ارجع ارجع يا ولد يا أخي كان وصيتي والله لا نجيبكم قهوة وحلا اجلس اجلس يا أبو ناحي أنا عندي علم اسمع والله يا أبو أقول يا أبو عبد الله أنا أهنيك على صراحتك ترى لأول مرة يجيني متسابق يكون صريح كذا ما يلف ودور أنا أحب الرجال اللي بين عيوني يقول يا ولد أنا هي ياه ما هو موجود محمد عبده ولو إنه موجود والله لو الصيح على قاوة وجاهي وخلاص وعود النزرك والله العظيم إنه خليه يحط غداه مع غدا الله يطلب لأمرك لكن أنا عندي سؤال الله يحفظك مما يخص هل الخيمة هذيك تبع القرية ولا لا لا أحسنت لذلك أنا أطالب بخصم خمسة عشر ألف نقطة على فؤاد عبد الله طيب صال عني بي صال عني بي علي هصر هلف أنتو تأوكم تلقون علي غلط أول شي أنا أخطيت وقر إني أخطيت له ولكن أبو صالح في يوم من الأيام أتيتها في مجلسة أتيتها تمام قلت عليه وش حالك طيب قال يا أبو عبد الله أنتو متسابقين كلكم هذا ولا أبنائي ها متهمات أبغونا الله يحييكم المزرعة مزرعتكم ومرحبا نلف قلت الله يبقيك يطول عمرك فأنا كان لي شغله مع شخص ما من هو الشخص داع للطاني من هو شخص ما كان بيني بينه شغله كانت أمي موسيتها بكذا شي أكيد أنه نعمة الله عشان يضابط العشان لا يا رجال شخص من برقنا لا نعمة الله صدقنا أنه نعمة الله ما يضابط الغداء يقول لي من برقناه يقول معه وصاه يقول معه وصاه يقول الوصاه هو شي فيها سمن فيها سمن أنكم فيها سمن لا تخلينا ونخوف ها هو جاب لك سمن من عنده الوالدة سمن لا لا ويش جاب لك وصاه وصاه خاصة خلا يا رب غير والدها طيبة ها يا رب لك الحمد طيب نفداك الرجال هو سسمع عشان نعزمه بكرة لا لا خلاص قاعد صرح الجنوب قاعد صرح قاعد صرح صرح الجنوب أفلح أفلح راح ما معك أول شي طر عماركم أنا شي تسمى التعدينا طيب قولوا لي له الله دقيقة دقيقة صار مكسر قبل شوية يطالب بخصم له طيب أصبر 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 صالح مكسر يطالب بخصم له بيضان بيضان أنا متعدد الحدود دعم أنا متعدد الحدود ولكن أنا قبل أي شيء وقبل لا أدري أنه أنت ساؤلات كثيرة قالوا أنه فؤاد إلا بالرقعان إلا زياد إلا مدري من أنا أقول ما أحب أظلم أحد أنا أنا معك أنا معك أنا قلت بغض النظر سيني من المتسابقين لكن له عقوبة وأنت ما قصرت اعترفت أنا معادل الحجة ما أحب الله أظلم أحد طيب أصبر أنت ما قصرت اعترفت ثاني شيء آآ اللهم أصلي عن نبي مثل ما تفضلت وقلت أن أبو صالح قال أنتم عوالي والخيمة ذي خامتكم واخذر أحدكم ولكن ما قل عزمه من بره أثناء ما تكونوا متسابقين هي رجال هي خامتكم أنتم مثلا ما تكونوا متسابقين خامتكم كونكم متسابقين تبون تبردون فيها تبون تبردون فيها يا ختموا أبو صالح قالها بأدب بس نعم قالها أدبا لهم ومرحبا منكم في أي وقت أما تستقبل طيب أتوقع طالع ماركم أن فيه تخبطات ما بين مقدمين ومتسابقين يحسبون طالع ماركم أن الخميس القادم هو النهائي أتوقع أن والدت فؤاد الله يمسيها بالخير ويطول عمرها جايبت أنت ويطبي ولدها يحصل النهائي بسلام فؤاد عبدالله بحكم أنك اعترفت بيض الله وجهك ورحم الله والديك ولكن أنا طالب أيوا مع ابو حمود بحكم أننا انا في نهاية وطاف أيوا حي الله ما رحمل الله ليضا واجهت زلة لانك انت تحسب انك ايه زلة احنا اليوم في تسعة وسبعين مراجل توكم تلقون على فؤاد عبدالله الزلة طيب يا فؤاد عبدالله انت قلت انك نجم وقلت انا المشهور صح نعم يعني انت من انت مثل سائر الخلق او سائر المجتمع الباقي صح ايش انت ميزك الله انت مشهور ونجم يا ربيك الحمد الله يجعلك بزود غلطة النجم والشاطر بعشر غلطة النجم بعشر اعطى خمسة عشر اتحمل لا انا اضم صوتي صوتك خمسة عشر مع خمسة عشر تيض الله وجهك ثلاثين الف حلوة تيض الله وجهك يا شيخ يا شيخ يا شيخ علو يا رجل على هالفعل صال عنبي صال عنبي ابو مناحي سم ابو اطلبك طلب بعيدا عن الحوار هذا لا ارجوك يا عبدالله بالله يا ابو اطلبك والله ما بحرجك ولا شي بس انني بس ابو اroduك اشت أنت سوي بالعقال كذا وين وين كي tangible بالله يبالله هذا ما تسابق يعني كذا يعني اليوه اسابق ايوه اسو بالعقال ايوه لا اكذا رجعه عورى والله اليوه لا معاصي باقول لك شي واحد لا توجيهات لا ما مشي على توجيهات هنا فعاد اه رحب ما مشي على توجيهاتي فعاد كيفك نجمك طيب نجمك خلاص بكيفك والله كانت حلوة قر يا عقلي قر يا عقلي عيه 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 طيب طيب ابو عنزي اسباح الخير يا فعاد اسباح النور وسور يا مرحبا ابو عنزي يا مرحبا وكم اسهل الله حييك زي ما قال ابو مناحي غلطة الشاطر بعشر يعني نلقى غلطة عليك يعني في اليوم التسع وسبعين باقي علاء النهائي الله هي الله يا عند الشاطر منكم كل مخطأ سواء ما هو بشاطر ولا شاطر قلتوا غلطة الشاطر بعشر الله هي عند الشاطر يعني هو عارف النفس كلكم كلكم شطار يعني انت عارف النفسك ما تركها لا لا هباتنه كنا شطار وهباتنه كنا ماذي مخلته شي ما لك ايوا لقيتو زلي لقيتو زلى على حد قد انت ياطر الغلطة بعشر هي يا اخدها بجنبك وروح هي اخدها وين بارك أسمع أبو صالح الله يطول عمره يوم قال لكم المجلس مجلسكم يعيالي ومرحبا بكم تراه من باب الإكرام ومن باب الأدب ومن باب نكم يعياله هذا من طيبه ومن طيب راس بس مهبأ يقول لك روح للمجلس يعني هو ما قال لك أطلع من لوكيشن روح مجلس يا أخي المجلس هذا تراه أملاك خاصة لأبو صالح المجلس ذا تراه يعني مجلس خاص لأبو صالح ما لدخل في القناة نهائيا أبو صالح قلطنا فيه وقال أي وقت أبو صالح قلطنا فيه وقال أي وقت الله يحييكم وما بأخلاف لا لا وأنا قبل أني أخش أتأكد طبيعي إنك إذا جيت وبلدت أبو صالح في مجلس إنه بيقول لك مرحبا بيطردك ومبطاردك أنا خابر إن أبو صالح قد يصرح قال المزر عاتلكم يا فؤاد أرحب وش الوصية اللي جاتك علمني بها وصية يمكن أن يخاصموا عني زي خاص شف أنا أقول يعني أبو حمود يوم يقول خاصم أبو حمود متعود أني يخاصم عليكم لأن أغراضكم واجد واخطائكم واجد ومشاكلكم واجد أبو حمود يقوم يقول خاصم 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 هلوس هلوس أنا أقول يعني من باب إنك أعترفت في البداية على طول أي نعم وما رواغته أيوه يصير خاصم خفيف صحي تشلون خمس متعاش حقة محمد بنوحي وتأبون لي حقا صحي مكسم لا لا أنا ضد الخاصم ضد الخاصم أنا ودني نزل برايم ولا تخصم عليك على خشم البرايم أهون لك شوي ها البرايم أهون من أن يخصم عليك 15 ألف نقطة أسمع النقاط تبقى تنزل البرايم وتدخل في الأسئلة وتأخذ لك نقاط أضافية وتطلع أفضل من أن يخصم عليك 15 ألف وتنافس علي قبل نجم الجمهور هم إذا ودعت طيب تنافس علي جمهور عادي يعني كل ما الخلج برايم ويعد نفس لجم جمهور ينافس علي جمهور طيب يا جماعة صلا أنا يمكنني أبغى المراكز الثاني إذا ما حالفني واحد منها خلاص معده أعيف الثاني دقيقة دقيقة إذا ما حلفني واحد علف الثاني الرجال منهم من أول كان يقول أنا الأول أنت من أول تقول أنا الأول وأنا نجمل خلاص أنا ذا الحين ما برضع لا يبغى الأول في فارس ويبغى الأول هنا ويبغى الأول هنا أنا بغثلتين يا أبو عينزي لا بدأ من كلب الثنتين غص يا ذي يا ذي يا رجال شبعنا منها من كلب الثنتين غص لا كده لأول مرة أنا بطلب أعظام مجلس الإدارة أن نتفق على الخاصم حقي كجماعة هلو نخصم عليه بما أنه إعترف طهنه خمسة قال أنا� processes ابراهم وأبوني أوedu ولا بيهدوا دينها ولله دعوا خمسة سبحان الله سبحان الله حتى في المسلسل آخر مسلسل يموت بطل آخر شيء يموت بطل البطل من هو فهد عبد الله فهد عبد الله الله пример بطل فوات والله يمنك بطل لأنك صادق ولأنك صريح على فكرة وبعنزي والبطل يشيل 15 ألف ويشعرين البطل يشيل 20 ألف ويشعرين البطل شيل يا بطل روح البطل البطل ذاتر منكم كل ما يجيتوا قلتوا خصم ولا براهم ولا ذا ولد يجينا مهاب آخر الليل طيب أصبر يا فوات فيكم أنصلى على النبي أنا طالب منكم في 5 أراء يا ربي أن الخصم يكون 5 أن الخصم يكون 5 أبو عنيزي أعترف على طول أبو عنيزي أرحب أبو عنيزي أبو عنيزي أبو كان أفوات من عبد الله 15 ألف ذي أجيبها في يوم واحد ساعتين تعادل ساعتين تعادل أسبوع كامل أبو عشر ساعتين أقول هيا برازك يا بحمد أقول قال قال لي قال لي يقول عرض من أولا هاك خير قال ما معي له معون الرجال يطلبنا إنها تكون خمس هلاف ونتخفض عليك أبو عنيزي أعترفت واليوم أبو عنيزي طلعا مكتعة ترضى على طلبتي الرجال وتقول أنا بحوضها أبو عنيزي حالها بجعل مدى لا معاتل 15 إلا إن شاء الله أنا نلاثير أبو عنيزي أسمح 15 محى 15 ولبراه يمجب دقيقة دقيقة وأبو ناحي وانت بطل قال أنبي وانت بطل على أحد يا بو مناحي أنت قلت 15 هنت قلت 15 اللقر يا عقلي أبو عنيزي و أنا قلت 15 وبوعنزي يطالب يطالبنا في خمسة يطالب خمسة بنحط الخمسة حقتها فوقها كم تسير؟ خمسة ثلاثية خمسة ثلاثية أنا أقول لك شيء دقيقة يا فرحات دقيقة أنا ها المنطقية الآن فخصتت عليك المنطقية بعد ما أعتمد خمسة ثلاث سيف لا 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 دقيقة لا 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 دقيقة أنا أرى أن خمسة ثلاثيانة ترتون لها أفؤاد صح؟ إيه ولنفترض لا أسمح الله أن نطلع في الإبرايم صح؟ إيه طالب يرجع بعد أسبوع ويأخذنا يجمل جمهور لا اللي مفق يا الله يمفق يعني خلاصتك عندنا تجملوا وخلوا الخصم خفيف وخفصنا. يابو فرح ابيو عنزي اجيه لها حياة ما يسمع. عيا! قال هاك خير يا ابو اد. قال والله سمعيلها معروف. قال يا رب انا. اسمع اسمع. لو سمحت يا ابو عبدالله. اسمع ابو عنزي شلح. قال. ابو عنزي انا دا الحين اول مرة في ابو فقرة النغض بيفوضون على الخصم. قال يا الرب. لي بيها خمسة من أدام الرجال اعترفه قرب خطاه وتحمل خطاه بنفسه لا لف ولا دار ولا حاص فيما الرجال يفاوضنا ونحن بنعطيه ولا بنتفاوض معه اعترفه قال لا خمسطعش خمسطعش أنا أجيبها في ريالتي معتمد على عمره الرجال فلذلك الثقة هذي اللي فيه والريالة اللي فيه خمسة ثلاثين أسمع يا أبو ناحي يعني أنا أحب أذكرك يعني أحب أذكرك يعني ترى هذي المتسابق في يوم من الأيام فقع تدنينا عقبتنا في حياتنا كنت أرقد أو إلا قمت در صوتك فهد عبدالله فهد عبدالله النجم صح متسابق مخصوص عليهم ثلاثين بطل 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 يالله يا التصميم الحين انتهت قصة نحسبيني بطل اسمع اسمع محمد من ناحي أنا لا أحتاج محمد من ناحي أنا لا أحتاج شهادت كالله يطول عمرك لأني أنا واثق في نفسي حيل حيل لا أحتاج شهادت كالله يعطيك العافية وقر يا عقلي طيب قر يا عقلي من ناحية نايف العنزي طيب قر يا عقلي اسمع 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 العلم والقراير تقر في نهاية المطاف زين أنت فارس جمهور إلى الآن لم توصل إلى نجم جمهور نجم الجمهور هو من يتوجه جمهوره بالمركز الأول ويسجل اسمه في التاريخ لأنه من حصل على نجم الجمهور في نهاية النسخة بالعافية اللي ياخدها بالعافية إنما أنا إنما أنا إشادتي فيك وطرحي فيك وكلامي فيك الغشيت زين ما خل عندي بعد نظر للأسف للأسف يعني أن دليل ما عندك نجمية يعني أنت فارغ يعني أنت فارغ أنت فارغ أنت شخص تتكلم أنا 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 اليوم تسعة وسبعين وصلنا معك إلى تسعة وسبعين إلى ثمانين حاولت عدة مرات أتفادى أنا وزملائي في خلاف وجهات النظر للأدب وفي الاحترام في عدم وكانوا يراهلون على علي بناحي في أنه في الألفاظ أفضل منك في السياق ولكن اليوم أثبتت الدراسات وأثبتت أن الشخصنا كلها أن علي بناحي نعم 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 لا هدف لا هدف حبيبي علم ناحي على عين واسي بس شلي فؤاد شلي فؤاد شلي فؤاد ولكن دالي شيء من عند من عند يا جماعة لا بقول لكم شيء يعني أول شيء شكرا للفؤاد يا جماعة اسم 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 ايه كمدت فيه لا لا اسم أبعد بقولكم يا جماعة شوفوا شوفوا أنا معكم في فؤاد النجم الموضوع يصل علي بناحي علي بناحي نجم حقيقي لا الصراحة شوفوه مشاء وراح لكن علي بناحي نجم حقيقي يعني نجم جامعة موهبة وخرج معه موهبة لم يشكك أحد في نجومية علي بن بناحي في عدبة حتى في يوم الثمانين حنا نقول يا ليت الظروف خدمتك يا علي بناحي في انك تستمر وتحقق هذا اللقب وتشيل البيرك لنجم الجمهور في برنامج مراجب نسخته الأولى لكن اكيد انكفزت بقلوب محبيك وجمهورك يا علي بناحي وله بقصورهم في إخوياك الباقيين صلى الله عليه وسلم وفرح أول ما بها لأول مرة يعني أمانة المتسابقين أنا مروا علي متسابقين واجد فيهم اللي ثابتة عليه وينكر ثابتة يعني مثل هروبة زيادة بن شهري في بداية برنامج أنكر فؤاد بن عبدالله استقبل ضيف من خارج الكيان في خارج لوكيشنات القرية مع العلم أن الرجل هذا أقر ترى شوفوا يا جمهور الفاضل ويا أخوان المتسابقين كون المتسابق يقر معناها أنه يعلم أنه خطأ أو علم أنه خطأ ولا ما أهل لأنه يتدارك خطأ بالإقرار والإقرار يليه الاعتذار فؤاد عبدالله بما أنه قر والله إنه جيد وأنا أحب الرجال الصادق دام أنه صدق مع نفسه وصدق مع غيره إذن الرجل خطواته واضحة أنت يا فؤاد عبدالله الله يرزقك على قدنيتك أنت إن شاء الله أنك صادق وحسبك والله حسيبك ونيتك إن شاء الله طيبة لكن يوم قال أبعنزي يرى معنا فداكم واش قال الله في خبس تلاف ما قبلت ترى أبعنزي طلبتها أزيزح علينا أبعنزي لو قال يا أخواني جاز الله من الخصم ما نقدر قوله لا لأن أبعنزي من أعظام القبر واحد مننا هم غريب غشبات وجود بس يا رجال يا رجال سبوك وينثل الغبور لا أبراد دين خمسة عشر ولا أبراد دين خمسة ألاف ولا أبراد دين حتى ألف لو تخصمون على خمسة عشر ألف يدحذر أبراين سبوك وينثل الغبور ودي إنكم تخلونا خمسة ألاف لا أبراد دين خمسة وينثل الغبور خمسة يا رجال طيب نتمنى لهم التوفيق جميعا أما بخصوص ما أتكلم فيه فؤاد عبدالله أني أشيد أنا بجميته وأشيد أنا أني أطبل له أنا لست مطبلا لك ولا لغيرك إنما القرائر تتكلم لا حضراك في البرنامج كنت منافس لعليم ناحي ولكن خرج من هو نجم لهذا البرنامج ألا وهو عليم ناحي فأنت تنافس ما يعني ما في أي منافسة تنافس عمرك تنافس عمر نفسك بنفسك يتكلم عن نفسك بنفسك يعني كنت أنا معك سلبياتك اللي لا تعد ولا تحصى الزملاء كانوا يتكلمون في الأداب والاحترامات وأقول لا فؤاد 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 مهما كان فالإذنك لا تحسب منك سلمتني ولا بعتني ولا لا لا بدني عليك ما ما فيه الكلام ده شيء لازلت فؤاد عبدالله شامع شامع من أبا الكلام في نهاية مطاف هل سوف نرى فؤاد متوج في نجم الجمهور ولا فرس الجمهور هذا محمد منحه يقول نعم متوج هذا مطاف ودي أقوله متوج لجم طيب وصلنا لنهاية فقرتنا لهاليوم فقرة خذ العلم طيب يا جماعة أشكر أشكركم مشاهدين الكرام على المتابعة أشكر نقادنا الآن فقرة السحب من التاق أنا أستاذ لكم السحب من التاق من تعطي نقاطك؟ أعطي نقاطي النجمي الوهمي فؤاد عبدالله فؤاد عبدالله طيب هذه عشان ثبت الوهمي اتبت طيب أبو 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 حمود أنا ما بيع سحبين أبعطي طيب يا أخواني طيب ما دل يا أيا عادي يا جماعة. والله يا جماعة. عشان الوقت. لا عشان فينا نفوت. عشان الوقت أخذنا دقيقة شو. شوف يا جماعة. جمهورنا ليلاً لح وليلاً لنا. يعني عادي يا. يعني صحيح. يتقبلنا ونتقبله. طيب يا أبو حمود يلا. والله يا أخواني. ينسح بدأ أن تعطى. طيب أنا نقطة فقرة خذ العلم. أخليها إليه إعلان نجم اليوم ويعطى النجم اليوم. يعطى النجم اليوم. المئة نقطة صالحة المكسر تعطى لنجم اليوم. بينما المئة الأولى راحت الفؤاد عبدالله. طيب أبو عنزي؟ أنا أعطيها المتعب برقعان. ما تبقى لها؟ من؟ متعب برقعان. يلا براسة. والله ما هو متعب بس براسة. يلا عشان أبو عمود. متعب برقعان استاهد. ثالث مئة من أبو عنزي المتسابق متعب بن رقعان. أنا أعطي المئة نقطة الخاصة فيني للنجم عبدالله العلياني. يستاهل عبدالله العلياني. طيب شكراً نقادنا. شكراً مشاهده الكرام. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهاليوم. أراكم بكرة. أصبحون على ألف خير. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى